هذه أبرز العناوين أولمبيك مارسليا يقدم طالب الياري جراغي بخصوص أناحي بلاغ عجل شاهد لاعب المنتخب المغربي يصلون إلى معسكر المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله في طريقه لفريق أخر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أولمبيك مارسليا يقدم طالب الياري جراغي بخصوص أناحي تقدم نادي أولمبيك مارسليا الفرنسي بطالب مباشر إلى التقم التقني للمنتخب الوطني المغربي بخصوص اللاعب عزدين أناحي قبل التحاقه بمعسكر الأسود خلال فترة التوقف في الدولة المقبلة وأكدت مصادر فرنسية أن أناحي سيتواجد رفقة المنتخب المغربي في التجمع الإعدادية لكنه سيكون خارج مخططة الناخب الوطني وليدر جراغي بخصوص مباراة طنزانيا وأكد نفس المصدر أن إدارة أولمبيك مارسليا أبلغت أناحي بعدم قدرته على اللاعب وضرورة متابعة برنامجه الاستشفاء بالسبب إصابة على مستوى الظهر وأن التقم الطبي للمنتخب الوطني سيتوصل بتقرار طبي مفصل عن حالة الصحية ونبهت إدارة الفريق الفرنسي أن أي قرار باللاعب سيهدد أناحي بالتفاقم إصابتها وحدث مضاعفات سيتحمل اللاعب وحده مسؤوليتها مشاددة على أنها سمحت له بالتواجد في معسكر الأسود لعرض حالتي على طبيب المنتخب الوطني وسيكون الناخب الوطني وليد رقراجي أمام خيار السداء لعب وسط ميدان إضافية لتعويض الغياب المرتقب لأناحية أو الحفاظ على اللائحة المستدعات والاكتفاء بالأسماء المتواجدة وسيدخل المنتخب الوطني المغربي معسكرا إعداديا ما بين الثالث عشر والواحد والعشرين من نومبر لخوض مباراة طنزانيا يوم الواحد والعشرين من الشهر النفس في العاصي مدر السلام برسم تصفية كأس العالم بلاغ عجل شاهد لاعب المنتخب المغربي يصلون إلى معسكر المنتخب المغربي بدأ لاعب المنتخب الوطني المغربي في التوافد على مركب محمد السادس لكرة القدم استعداد للدخول في معسكر تدربيا استعداد لخوض مباراة التصفية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ويعد عميد أصود الأطلس رومان غانم سيس لاعب الشباب السعودي أول الواصلين إلى مركب المعمورة إلى جانب حارس المنتخب الوطني ياسم بونو وحامي عارين الهلال في انتظار التحاق باقي اللاعبين بالمجموعة بعد إنهاء التزاماتهم رفقة فرقهم وينطلق المعسكر التدريبي للمنتخب المغربي اليوم الاثنين بمركب محمد السادس استعدادا لمواجهة طنزانيا في الجولة الثانية من تصفية المونديال ذهبا يوم الواحد والعشرين من نواب رلجاري وذلك بعد إلغاء مباراة الجولة الأولى عقب انسحاب منتخب إيرتيريا عبد الرزاق حمد الله في طريقه لفريق آخر كشفت قرر صعفي أن نادي الشباب السعودي وضع المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله المحترف في صفوف الاتحاد ضمن أهداف خلال فترة الانتقالة الشتوى المقبلة واكدت المصادر أن الشباب يرغب في ضم حمد الله سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي وذلك لدعم خط هجومه الذي يعاني من تراجع الأداء في الفترة الأخيرة وأشارت المصادر إلى أن إدارة الاتحاد لن تحسم قرارها بشأن استمرار أو رحيل حمد الله وسيكون القرار في يد المدرب الجديد للفريق الإسباني جولي لوبيتيغي الذي سيحل محل المقال المدرب البرتغالي نونو إسبرانتو سانتو الياميق يكشف ما حصل مع رونالدو بالسبب قمسها تفوق نادي النصر السعودي على حساب منافسي الوحدة يوم السبت الماضي بثلاثة لواحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في إطار الجولة التالي 17 من منافسات بطولة الدورة السعودي لكرة القدم في لقاء شهد مشاركة ثلاث محترف المغاربة في صفوف نادي الوحدة ويتعلق الأمر بالحارس مونير المحمدي والمدافع جوادي اليميق وزميلي في خط الوسط فيصل فجر وفي حديث لموقع العربي الجديد كشف اليميق سير المحادثة التي ظهرت بينه وبين نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريسيان رونالدو الذي منح لاعب منتخب أصود الأطلس قميصه بعد نهاية المباراة قائلا رونالدو منحني قميصه بعد نهاية المباراة هنأته على الأداء الذي قدمه وتمنيت له حظا موافقا قبل أن نحصل على قميصها هو لاعب ظاهر ومثال يحتدى لكل شباب العالم وتبع اليميق حديثه قائلا ليس من العيب أن يطلب أي لاعب قميص لاعب بحجم رونالدو الذي تشرفت بمواجهته في مرات سابقة ولم تكن المباراة الأولى التي ألاقه فيها نعرف بعدنا البعض وفي المرات المقبلة أتمنى أن أفوز عليها وختم اللاعب المغرب بالقول حصلت على قميص رونالدو وسأحتفظ به إن شاء الله مثل ما أحتفظ بقمصان عدة نجوم عالمي والحمد لله أنا فخور حتى هذه اللحظة بمسيرة الكروية وأسعى لموصلة النجاح في بطولة الدورة السعودية الشركة الوطنية SNRT تزف خبر ستارنا لعشاق المنتخب المغربي تمكنت الشركة الوطنية للإداعة والتلفزة المغربية SNRT من الحصول على حقوق قبة مباريات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدامة في التصفيات المؤهلة لنهائية كأس العالم مونديال 2026 ويمكن للجمهور المغربي من مختلف أنحاء العالم متابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدامة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك عبر قنوات الشركة الوطنية للإداعة والتلفزة SNRT عبر البتل فضائي ومن المرتقب أن يستهل المنتخب الوطني رحلة المنافسة على التأهل لنهائية كأس العالم يوم تلتها الواحد والعشرين من دجمبر 2023 حين يواجه نظره الضنزاني برسم الجولة الثانية بعد انسحاب إيرتيريا من التصفيات بعد خسارة اللقب الإفريقي ثلاثة ملايين دولار تنعيش خزينة الويداد ضمن نادي الويداد رياضي منحة مالية مهمة رغم خسارته لقب الدورة الإفريقي أباما ساندونس الجنوب الإفريقي يوم أمس الأحد وخصصت الكونفيدرالي الإفريقي لكرة القدم جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار لبطل السوبر الإفريقي فيما سيحصل الوصيف على منحة مالية قدرها 3 ملايين دولار وهو المبلغ الذي سيحصل عليه الويداد بعد احتلاله المركز الثاني وتوجى فريق ماما ميلودي ساندونس الجنوب الإفريقي بلقب الدورة الإفريقية بعد فوزه على الويداد الرياضي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس الأحد ببراتوريا برسم إياب نهائي الدور الإفريقي وكانت مباراة الدهب بين الفريقين قد انتهت لصالح النادي الأحمر بنتجة هدفين الواحد على ملعب مراكب محمد الخامس بالدار البيضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر